السلام عليكم الفصائل المسلحة اليوم قامت بمهاجمة قاعدة عين الأسد بالصواريخ في تصعيد واضح جداً ضد الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة بأكملها وإذا ما جئنا إلى تفاصيل هذا الهجوم اللي صار اليوم هو صار بثمانية صواريخ من صواريخ الكاتيوشيا من نوعية فجر 107 وطبعاً هذه الصواريخ يصل مداها إلى ثمانية كيلومتر كمدى طبعاً رينج مهم جداً لهذه الصواريخ ومعروف عنها وصار طبعاً الهجوم من قضائه تجاه قاعدة عين الأسد بهذا الشكل وطبعاً هذه الصواريخ هي ليست من نوعية الصواريخ الدقيقة مقارنة بلغراد ودليل على هذا الكلام أن ثلاثة صواريخ فقط التي سقطت على قاعدة عين الأسد وتحديداً في محيط هذه القاعدة وبقية هذه الصواريخ واضح جداً بأنها سقطت بهذا الشكل وبهذه المنطقة كما يحدث دائماً وكما تعودنا عندما يهاجمون السفارة الأمريكية بنفس هذه النوعية من الصواريخ تسقط على المنازل دون وجود أي مقامة دون أن تتصدى لها طبعاً منظومة السيرام وطبعاً الحديث عن منظومة السيرام هناك منظومة سيرام ومنظومة باتريوت لم تعمل أيضاً حتى هذه اللحظة كما هو واضح ضد هذه الصواريخ الثلاثة كما عملت طبعاً واشتغلت حقيقة ضد الطائرات المسيرة التي هاجمت قاعدة عين الأسد الشهر الماضي واستطاعت ونجحت في عملية استيادها وبالتالي واضح جداً أنها على المحيط إذا ما كانت أصلاً على أجدار لقاعدة عين الأسد بهذا الهجوم بالإضافة إلى ذلك وأهم نقطة هنا أساسية هي عملية أنه استخدمت في هذه الضربة سيارة طبعاً عجلة متحركة دائماً في قضاء هي تستخدمون هذا النوع من العجلات وهذه الصورة إجتي طبعاً من خلية الإعلام الأمني وواضح المنصة كل الثمن صواريخ الكاتيوشي أطلقت من عدها ولكن التأكيدات إجتي عن ثلاثة صواريخ فقط التي هي سقطت طبعاً على هذه القاعدة يضاف إلى ذلك طبعاً أن هذه قضية الثمانية كيلومترز اللي هي حقيقة الرينج لهذا الصاروخ إذا ما يجينا حسبناها من قضاء هي مثلاً على سبيل المثال من هذه النقطة انطلقت السيارة توقفت وانطلقت بهذا الشكل الصواريخ فنحن نتحدث عن مسافة أكبر من الثمن كيلومترات اللي هي تعتبر الرينج الطبيعي لهذا الصاروخ نحن نتحدث هنا على تقريباً من عشرين كيلومتر إلى ثلاثين كيلومتر بحسب موقع الانطلاق فبالتالي هذا طبعاً تتعارض تماماً مع طبيعة الصاروخ اللي أستخدم وهذا يوضح بأن الفصائل المسلحة لديها تقدم كبير جداً في عملية الصواريخ وتحديداً باستخدامهم للكاتيوشي فبالتالي نحن نتحدث هنا عن عملية ترسانة وزيادة في ترسانة إمكانيات الفصائل المسلحة في استخدام الطائرات المسيرة وفي استخدام هذه الصواريخ بكل تأكيد وهذا طبعاً الهجوم يجي بعد حقيقة أقل من 24 ساعة من هجوم آخر حصل في سوريا وصارت علي تضارب من الأنباء كثيرة جداً هذه الصورة اللي أمامكم هذا هو نهر الفرات في الوسط وهذا هو شرق الفرات وهذا هو غرب الفرات الهجوم اللي صار البارحة هو صار على حقل العمر النفطي القاعدة الأمريكية الموجودة هناك طبعاً استخدمت صاروخين في هذا الهجوم لم تكن من الصواريخ الدقيقة التي استخدمت على هذه القاعدة وانطلقت طبعاً من هذه النقطة التي هي تمثل الميادين ولم تسقط على هذه القاعدة لكن اللي أكد هذا الخبر بأنه فعلاً الصاروخين هي انطلقت يعني أن كان هناك تضارب عدة جهات تتحدث هناك صواريخ انطلقت هناك صواريخ لم تنطلق ولم يكن هناك هجوماً المرصد السوري لحقوق الإنسان قوات سوريا الديمقراطية بالإضافة إلى وكالة الأنباء السورية أكدوا بأن هذه الصاروخين انطلقت واستهدفت القاعدة ولكنها لم تسقط على القاعدة وهذا اللي أكد طبعاً وين ماروتو المتحدث باسم التحالف الدولي هو الذي أكد هذه المعلومة ولكن الفصائل المسلحة اللي موجودة في الداخل السوري وتحديداً هي فصائل عراقية المسؤولة عن هذا الهجوم بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان قالوا بأن الصواريخ طبعاً ضربت أهدافها وتداولوا هذا الفيديو بهذا الشكل طبعاً إذا من لاحظ عملية الحرائق اللي توضح بأن الضربة فعلاً سقطت على هذه القاعدة يدعون بأن هذه المسافة هي توضح بأن أعمدة الدخان والنيران تظهر من محيط القاعدة وداخل القاعدة ولكن التحالف الدولي أكد بأن الصواريخ لم تسقط على هذه القاعدة ولكن يجب أن ننبه على قضية بأن التحالف الدولي لديه استنفار كبير في سوريا بعد الهجوم اللي صار بأربعة وثلاثين صاروخ قراد على نفس هذه القاعدة التي نتحدث عنها الآن عدهم استنفار كبير عدهم طائرات هي تحلق بشكل مستمر في دير الزور هذه هي نقطة دير الزور وطبعاً هذا خلى اللواء فاطميون أن حقيقة يتحركون على عدد من المستويات ويغيرون مقراتهم وينسحبون من مقراتهم إلى الأحياء المدنية اللي موجودة هنا فبالتالي مقرات لواء فاطميون اللي هم عبارة طبعاً عن أفغان موجودين وجندتهم إيران من بداية الأزمة السورية وهم متواجدين من سنين منذ الأزمة السورية مثل ما قلنا حقيقةً انسحبوا من مقراتهم لأنه أكو استطلع من التحالف الدولي والقوات الأمريكية بشكل مستمر إلى يوم أمس بالإضافة إلى ذلك أن هناك مناورات في هذه القاعدة مناورات عسكرية طبعاً في قاعدة اسمها قاعدة كونيكو وهذه طبعاً هو عبارة عن حقل للغاز موجود بالتحالف الدولي سواء مناورات البارحة مع قوات سوريا الديمقراطية وفي وقتها قالت الفصائل بأن هناك انفجارات وكأنه كان هناك هجوم قادم من دير الزور ولكن لم يكن هناك شيء بل هي مناورات ولكن هذا الهجوم وهذا ضغط بهذا الشكل يوم أمس واليوم بهذا التصعيد وتحديداً إذا ما ركزنا على يوم أمس هو يوم رمزي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس هو 4th of July وهو طبعاً تاريخ مهم جداً بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هو تاريخ استقلال الولايات المتحدة الأمريكية الـ Independence Day بالنسبة لهم لذلك هذه الهجمة تعتبر هجمة رمزية وتوضح بأنه قد نكون أمام هجمات تصعيدية وصارت واضحة من هجوم قاعدة حيند أسد اليوم قد نشهد ليلة هذا اليوم أو يوم غد هجوم آخر تصعيد كبير جداً مع هذه الذكرى بالنسبة للأمريكان القضية الأساسية أنه الإسرائيليين من تبهين على هذا الموضوع نحن نتحدث عن سوريا اللي هي منطقتهم اللي يشتغلون بها بشكل مستمر ضد الفصائل المسلحة لذلك الإسرائيليين اعتبروا أن هذه تؤشر على أمر خطير هنا بالنسبة لهم وليس فقط مضايقة شوف شون اللي قالت الجروز لون بوست التهديد الإيراني أكثر من مجرد استخدام الفصائل لمضايقة القوات الأمريكية في سوريا هذا كلام بعد الهجمتين اللي صارت طبعاً أو الهجمة اللي صارت في قاعدة حقل العمر النفطي في سوريا هم تكلموا بهذه الطريقة وهذه طبعاً هم من حقهم أن يتكلموا بهذا الأمر لأنه الأربعة وثلاثين صاروخ اللي صارت الأسبوع الماضي من صواريخ الإقراد على حقل العمر النفطي على القاعدة الأمريكية طبعاً هذه قدامكم هي القرية الخضراء النقطة الأساسية لقاعدة التحالف الدولي هي تقع في هذه طبعاً النقطة اللي اضررت هذه كلها طبعاً عبارة عن قاعدة موجودة للتحالف الدولي موجودة هذا طبعاً هو عبارة عن مستودع هو الذي تعرض إلى الضرر وإلى الضربة حقيقة عدد من الصواريخ تقريباً على الأقل ثلاثة صواريخ من الأربعة وثلاثين صاروخ اللي انطلقت تسببت بضرر معين طبعاً وبحسب البلانت لاب هو الذي أشار بأنه الفرق بين يوم 28-6 و 29-6 شون الصورة تغيرت هذه هي نفس الصورة إذا تلاحظون الآن وإذا تلاحظون أنه هذه في تاريخ 29-6 واضحة الأضرار باللون الأسود من تقريباً ثلاثة أو أربعة صواريخ بهذا الاتجاه هي واضح اختلفت طبعاً وصار الضرر وهذا اللي خلت تحالف الدولي أن يرد بالمدفعية وبالطائرات كذلك حقيقة المسيرة بالMQ-9 ريبر أن يطاردوهم بهذا الشكل فلذلك هذا يوضح بأن الضربات دقيقة ولذلك الإسرائيليين قلقين ولذلك أيضاً ظهر هذا الرجل وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانس هذا الرجل طبعاً قال بأنه لن نسمح بترسيخ نشاطات وأنشطة إيران عن طريق فصائلها في المنطقة وتعلم إيران بأننا سنتصرف عندما نريد أن نتصرف وعندما نحتاج إلى أن نتصرف وطبعاً الانزعاج الإسرائيلي دي يجي لأنهم بعد ما يقدرون يسوموا شيء بحسب هارتس اليوم إحدى الصحفة الإسرائيلية المهمة نقلت بأن إسرائيل ما عندها أي إمكانية بعد تأثر على قضية عودة الاتفاقية النووية طبعاً إلى الحياة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أنهم ما يقدرون حتى يضغطون عليهم أو يهددوهم للأمريكان إيران أبداً لا تستطيع إسرائيل القيام بذلك بالإضافة إلى ذلك أنهم صاروا أمام السيناريو وهذه الثانية ستحدث السيناريو الأول أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران سيعودون إلى هذه الاتفاقية النووية كما كانت عليه في عام 2015 وهذا يعتبر أخبار سيئة بالنسبة للإسرائيليين لماذا؟ لأنه الإيرانيين أصلاً وزير النفط يوم أمس الإيراني قال بأنه أول ما ترفع عمليات الحضر على الصادرات النفطية الإيرانية سنرفع الصادرات مالتنا إلى 6 مليون برميل باليوم وهنا نتحدث نحن عن إضافة 2000 مليار دولار من عائدات النفط إلى العائدات التي يحققوها أصلاً الآن فبالتالي هذا يعتبر بالنسبة لإسرائيل زيادة في عملية الإمدادات إلى الفصائل المسلحة التي نرى في سوريا وتقوم بهذه النشاطات وكذلك على المستوى العراقي فهذا طبعاً يعتبر السيناريو الأسوأ للإسرائيلين ولكن السيناريو الآخر هو عدم نجاح المفاوضات بهذا الشكل قد يكون هذا السيناريو هو الأفضل نوعاً ما ولكن إسرائيل قالت بأنه إحنا رح نشتغل بحسبها أردس طبعاً قالوا بأنه هم رح يشتغلون على قضية عند انتهاء هذه الاتفاقية في عام 2030 أن يكون هناك بند يجبر الولايات المتحدة الأمريكية ويجبر الدول الأخرى بأن يتصرفوا بالانسحاب مباشرة وحتى أن يأخذون إجراءات عسكرية في حالة أنه إيران خالفت بال2030 وطبعاً هذا إحنا نحكي في حالة أنه إيران أصلاً لم تتحصل على القنبلة النووية لذلك نحن نتحدث هنا عن تفاصيل خطيرة جداً تحدث في المنطقة تحولات كبيرة جداً قد تجبر القيادة الأمريكية والإدارة الأمريكية أو حتى الإسرائيلية على التصرف بشكل منفرد في هذه المنطقة في ظل هذا التصعيد الكبير ما الذي سيحدث؟ ما الذي سيتطور؟ بالتأكيد سنلاحظ ما الذي سيحدث والأيام القادمة ستكون هي كفيلة بالإجابة على هذه الأمور ترجمة نانسي قنقر